السلام عليكم نتمنى تكونوا بخير وعلى خير ولقاكم الفيديو صحة جيدة وفي احسن الاحوال يوم ان شاء الله نشارك معكم نمسي منات مع مرين في الفورن يجي ورائعين بالسف بعجينة بحل الورقة تماما بحشوة جد جد لذيذة واقتصادية فنتمنى انكم تجربوهم وبنسبة للطريقة تبقى طريقة سهلة بسم الله على بركتي الله اول حاجة نحضر العجين نحتاج 4 كؤوس الدقيق 400 كرام 1 ملعقة صغيرة الملح زيت زيت نباتية زيتون العجين ماء عادي الصنبور نضيف الماء بشوية تجمع معي العجينة فبنسبة لكمية الماء تحتاجوا 1 كأس وربع من الماء هذه الكيمياء اللي اخدري العجين بعدما جمعت العجينة بهذا الشكل فانا مدلكتها بمجرد ما تجمعات تخلطوا المكونات نضيفها بشوية الزيت ونضيفها في كيس بلاستيكي ونضيفها كترتاح وفي هذه الأثناء اللي ترتاح فيها العجينة نضيف الحشوة وبنسبة لعجينة نضيفها لمدة اللي أريد لأنه لا يوجد خميرة لكيس حاجة ونضيفها مدة طويلة كيف لا ترى هنا في واحد المقلات وضعت زيت زيت نباتية وضفت الحب البصل نشحر هذه البصلة حتى يتغير اللون بحلها ثم نضيف اللحم المفروم الكمية تبقى على حسب الرغبة نضيف المكونات ونقوم بإضافة الجزر في الحكاكة من الجهة الغلايضة بالنسبة لكيمياء نضيف القرعة كيف مما ترى كذلك حكيتها في الحكاكة من الجهة الغلايضة ونضيف فلفلة ألوان سوف نخلط المكونات حتى ينسجموا ونبدأ في إضافة التوابل فنضيف الملح بالنسبة للملح تبقى على حسب الضوء وضفت كذلك حتى شوية توم بودرة وضفت هنا الفلفل الأسود الكوركم وزنجبيل وملعقة صغيرة ومتلئة من الفلفل الأحمر سوف نخلط حتى نحرك حتى نحرك حتى نضيف القزبر ومعدنوس ونضيف الشعرية الصينية التي ترطبها في ماء مغلة 1 دقائق و تقطعها بالمقص سوف نضيف و نضيف حتى زيتون و نضيف نضيف نضيع الأفضل و نضيف حتى نضيف حتى نضيف نضيف حتى نضيف الجبن بقى سخن و مجدد يمكنكم حتى نضيف و نضيف ونقوم الكل. وهي الحشوة ديالنا واجدة. ونرجع الآن العجين ديالنا بعد ما ارتاح هذه العجينة. اه واخمة القناهج. كنت تحسوا بالعجينة هكا. مدلوكة مزيان. فااااااااا نجمعوها بهذا الشكل هذا وكندلكوها بحال هكا. صافي. اه ناخد هكا شوية ديال الزيت. غادي ندهل ليدين ديالي. وغادي نقسم العجين. بالنسبة لي هنقسمها الثلاثة ديال القيطة بهذا الشكل هذا. كنحاولو نعطوهم نفس الحجم. وكنشكرهم بحراكة على شكل الكورات. وبالمسبة للكورة هذو. غادي نخليهم كيرتاحوا واحد المدة ديال الربع ساعة. كندهنوا واكب في الاول شوية ديال الزيت. كنغطيهم كيس بلاستيكو. ونخليهم مدة ديالربع ساعة. باش العجينة ديالنا تطلق. وشكها جينة سهلة في الخدمة. وبعد ما مرة ديال مدة ديال ربع ساعة. فغادي ناخد القطعة الاولى ديال العجين. فغادي نحتاج هنا يل التوريق. غادي نحتاج الزبدة المدابة. غادي نحتاج الزيت. باش غادي نطلقو العجين ديالنا. فبادي نكونو كنطلقو العجين غادي نطلقوها كب الزيت. والزبدة غادي نستعملوها هكا. آآ يعني في الداخل ديال ديال العجينة. باش كتعطينا هذك التوريق. هنا يكام بدا كنطلق العجينة بهذا الشكل هذا. حتى كتولي الرقيقة. وكم ملاحظة المبتدئات. اذا شدوا ان العجينة ديالكم اللي تكونوا هكا كتلقوها. كتقطعت بزاف ديال اخوات هكا كيشتاكي. وان العجينة ديالهم. كتبقا هكا كتقطع لهم اللي كيباوا يحضروا مسمن. فخليوها تاخد الوقت ديالها. كتعرفوا بانها ما زال ما اخدتش الوقت ديالها. ما زال مرتاحتش. صافي هنا يا بعد ما اطلقت العجينة رقيقة كيف مما كتشوفو. غادي نذهلها هكا الوجه ديالها بالزبدة المدابعة. كنديرو. آآ كنوزعوها كم زيان. وكنبدو. كنلفو العجينة بطريقة العادية. اللي كنحضروا بها المسمن. وملي كنوصلو هنايا فكنوليو كدلك ندهنو بالزبدة. وكنجمعو العجين ديالنا بها الطريقة هاتي. فغادي نوضع العجين جانبا. وغادي نحضر معكم واحدة اخرى. فهانتو ما كتطهنو الزيت. وكتبدو كتلقو العجينة بحراكة حتى كتولي رقيقة. فبالنسبة للعجين كيف مما كتلاحظو روما كتقطعش. ما يعني كتجي واحدة لجينة كترققوها كم زيان وما كتقطعش نهائيا. فقط تبعو الخطوات وان شاء الله غادي آآ تنجح معاكم الوصفة. صفي بعد ما رققت العجينة كم زيان كندهنو شوية ديال الزبدة المدابعة. بالنسبة النوع ديال الزبدة اللي استعملت. فاستعملو الزبدة ديال المارغارين كتعطي نتيجة اللي هي زوينة كيف مما كتشوفو هنا يا آآ أوليت جمعتها بحلاقة وليت تهنت بشوية دية الزبدة وجمعتها بهالطريقة هذي. هذا شكل مسمنا. وبنفس الشكل غادي نشكل كذلك القطعة الأخيرة وغادي نشكلهم بثلاثة كنولي كنغطيهم واحد كيس بلاستيكي وكنخليهم كيرتاحوا مدة ديال ربع ساعة بشيعتونا اننا ننطلقوه هنا بعد ما ارتحت هذيك العجينة فغادي نحاولها كنطلقها بشوية مستعانة بشوية ديال الزيت كنطلقوها كرقيقة حتى كنطلقوها مزيحة كتولي رقيقة بعد الشكل هذا وصفي بعد ما اطلقت هذيك العجينة كناخدها كسيكين أو جرارة ديالبيتزا وكنقطع العجين ديالي بها الطريقة هذي فانا كلها مسمنة غادي نخرج منها تسعدي الحبات واحد الكيميا اللي هي آآ وفيرة وكتخرجنا هذي العجينة كيميا هكا يعني مزيانة فآآ كيف مما كتشوفوا بالنسبة التشكيل غادي نحتاج هنا اخذي تغير غيطاء ديال ديال قنينة ديال النوطيل لا درت في هكا كيس بلاستيكي لانا كيكون عندو دوك دوك الحاوف ديالو آآ هكا يعني مسننين باش ما يقطع ليش العجين صافي وكنوضع هكا العجينة بها الطريقة هذي وكنوضع الحشوة وكنجمع هذوك الاطراف اللي العجين بها الطريقة هذي صافي وكنضغط عليها بحلقة وكنقادتها بها الشكل هذي وكنقلبها كتحصلوا على واحد ميني بستيلة او مسمى المعمر آآ بطريقة سهلة بزاف ومقتصرة في تحضير صافي هنا غادي نحضر معكم واحدة اخرى فكنوضعوا العجين بها الطريقة هذي وكنديرو الحشوة في الواسط وكنولي وكنجمعو هذوك الاطراف فالطريقة سهلة بزاف كيف مما كتشوفوا وكيجي هنا آآ هكا الورقة ديالهم او العجينة ديال مسمون كدير رقيقة بها الطريقة هذي وصافي غادي نستمر بنفس الطريقة تكنسلي آآ الكيميا كلها اللي عندي وهنا يا كيف ما كتشوفوا بعد مسالية هالطاوة الاولى غادي ندخلها الفرن وقبل ما كتدخلها الفرن فكناخد هكا واحد واحد لعود هكا ديال ديال الاسنان وكندير بها كتوقوب باش مكي مكي يتفرقوا عوريش هكا في الفران فدروري ما كد تقبوهم بحال هكا وآآ في الاخير غادي ندهنهم انا هكا بشوية ديال آآ ديال البيض اللي دفت لوا آآ قطارات هكا اصفر بيضت لقطارات من الخل وشي شوية ديال آآ لحاليب كندينو هكا من الوجه ديالهم وكندخلوهم الفرن وبالنسبة الفرن فكنكونو هكا نسخنينو من قبل في الاول كندخلوهم هكا على ميتين درجة مجرد ما كيبانو لنا هكا آآ دوزوا واحد المدة ديال عشر الدقائق كنخفضو هكا الحرارة باش كي يطيبو على خاطرهم كندلوها في مئة ثمانين درجة وملي كيتحمرو كنخرجوهم هانتوما كي يجيشكلهم بحال هكا كيف ما كتشوفو فاشكل ديال هم هاد ديال هاد لنسي منت هادو كي يجيو هكا بحاش شكل ديال بسيط لات كي يجيشكلهم بزوين بزاف هانتوما كتجي الورقة ديالهم او العجينة ديالهم بحاش شكل ديال ورقة كتجي مقرمشة وفي نفس الوقت هكا رقيقة وطريقة التقديم والتزيين ركا تبقى اختيارية انا هكا هما بقين سخونين مجرد ما خرجتهم من الفرق فكنزينهم هكا بشوية ديال الجبن المبشور من الفوق وكيكون هادو الشكل النهائي ديالهم كيف ما كتشوفو كيجون بحال هكا كيجيو رائعين بزاف وزوينين هكا بشكل ديالهم والحشوة كتجي الديدة وكتبقى اقتصادية وكيخرجوا واحد الكيمياء هكا اللي وفيرة انا زيينت هاد الكيمياء هادي والكمياء الاخرى فحتفط بها في المجمد ولاحظوا معي عجينتهم كيفاش كتجي كتجي هكا في واحد تقرميشة زوينة وكتجي بحشكل ديال الورقة ديال البسطيلة اكيد غدي نوريكم شكل ديالهم من الداخل كيجيو بحلقة كيجيو ولداتين وزوينين بسبب اتمنى الوصفة ديال اليوم تكون الاعجاب ديالكم واكيد اللي اجبكم الفيديو فاشجعوني بلايكات ديالكم واشتركوا في القناة وفعلوا الجرس بس توصلوا دائما بالجديد ديال الوصفات ونطلقوا في فيديو قادم مع وصفات اخرى دمتم في امن الله وحفظه والسلام عليكم ورحمة الله